موسيقى يعني بدي أعرف أنا وياك تركيب الماء خصائص الماء شو الإشي المميز بالماء وكيف الماء عم بتساعدنا على الحياة على سطح الأرض بداية المحاضرات هتكون شوية بسيطة وتأسيسية عشان نقدر نقرب اللغة منكم فبتمنى منكم انه تتبعوا معنا بطريقة جيدة نبدأ مباشرة بأول درس بشابتر ثلاثة وهذا الدرس بعنوان الووتر استركتر أول شغلة بدي أعرفها أنا بهذا الشابتر عم بحكي باسيكلي عن مين عن الووتر عن المي هلأ كلنا بنعرف إنه صيغة المي H2O صح؟ يعني المي مكونة عندي من ذرتين من الهايدروجين وذرة واحدة من الأكسوجين طب وقف معي شوية شو معنى كلمة ذرة؟ معناها أتم أتم معناها ذرة إذن المي مكونة عندي من 2 atom of hydrogen ذرتين من الهايدروجين و 1 atom of oxygen يعني ذرة واحدة من الأكسوجين لو بدي أطلع على شكل المي كيف بيكون موجود خليني أرسم أنا وياك شكل المي هون عجنب هلأ المي حكينا كمان مرة H2O عشان تحفظ معي هي عبارة عن 2 atom of hydrogen ذرتين من الهايدروجين و 1 atom of oxygen لما أجي أرسم شكل جزيء الماء بلاقي شكله هيك عبارة عن أكسوجين وهذا الأكسوجين شابث معه 2 hydrogen عم تنتبه إنه شكل المي جاي على شكل حرف V صح؟ إذن أول إشي بدي أعرفه عن الووتر إنه هو V shaped molecule V shaped معناها شكله بيشبه حرف V molecule يعني جزيء يعني مكون من مجموعة ذرات وإحنا قردي حكينا الذرات عبارة عن ذرتين أكسوجين عفوا ذرتين هايدروجين وذرة واحدة من الأكسوجين فخليني أرجع أفسر أنا وياك شوية شوف شو عم بحكينا بحكينا shape of water أول إشي بدي أعرفه شكل الماء shape معناها شكل شو شكل الماء شكل الماء جاي على شكل wide V جاي على شكل حرف V بس هذا حرف V مش صغير wide عريض كبير حرف V صح؟ تنين molecular formula للمي شو يعني كلمة formula formula فورميولا معناها صيغة فعم بحكي لك شو الصيغة الجزيئية للماء صيغة الماء شو في يا جماعة صيغة الماء H2O إذن لحد الهلأ بعرف إنه المي عبارة عن molecule عبارة عن جزيء هذا الجزيء مكون من ذرات شكل الماء عبارة عن wide V حرف V بس عريض كبير بالنسبة للفورميولا صيغة الماء بتكون H2O شو يعني H2O يعني مكون عندي من 2 hydrogen atoms ذرتين من الhydrogen حكينا أتم معناها ذرة صح؟ فإذاً أنا عندي ذرتين من الhydrogen ترتبط مع ذرة واحدة من الأكسوجين السؤال القوي إيش نوع الرابطة اللي بتربط بيناتهم؟ يعني لو رجعت على هاي الرسمة شو نوع الرابطة بين الأكسوجين والهايدروجين؟ هاي الرابطة نوعها covalent bond رابطة تساهمية أو رابطة تشاركية فإذاً دائماً الرابطة اللي بتربط ما بين الأكسوجين وما بين الهايدروجين عبارة عن single covalent bond bond معناها رابطة covalent رابطة تساهمية رابطة تشاركية single معناها الرابطة هاي بتكون عندي أحافية إذن كمان مرة خليني أرتب أفكارك بهذا التشابتر أول إشي لازم أعرفه shape of water شكل الماء شكل الماء حكينا بيكون جاي على شكل حرف ال-V وتحديداً it's a wide V V عريضة V كبيرة شوي سنين molecular formula الصيغة الجزيئية شو صيغة الماء؟ كلنا بنعرف إنه صيغة الماء H2O H2O معناها عندي ذرتين من الهايدروجين O ذرة واحدة من الأكسوجين عشان هيك بحكينا structure للماء تركيب الماء مكون من two hydrogen atom ذرتين من الهايدروجين وذرة واحدة من الأكسوجين ونوع الرابطة اللي بتربط بيناتهم عبارة عن single covalent bond رابطة تساهمية وحادية معلومة صغيرة لو رجلت على تركيب الماء أنا وياك تعرف عندي مصطلح أخرنا بالمدرسة اسمه الكهروسلبية كهروسلبية معناها قدرة الذرة على جذب الإلكترونات باتجاهها اليوم بدنا نحكس هذا المصطلح ونعمله شوية بلغة جديدة علينا كلمة كهروسلبية معناها electro negativity شو يعني كلمة electron negativity معناها كهروسلبية شو يعني كهروسلبية يا جماعة معناها قدرة الذرة على جذب الإلكترونات باتجاهها لو اجيت قارنت شوية ما بين كهروسلبية الأكسوجين وكهروسلبية الهايدروجين اتذكر دائماً أنه العناصر اللي قاعدة جوه نوف من هي نوف؟ الـ N والـ O والـ F عناصر نوف دائماً كهروسلبيتها عالية مقارنة مع الذرات الأخرى يعني هون الأكسوجين كهروسلبيته أعلى من الهايدروجين وبما أنه كهروسلبيته أعلى يعني بيكون قادر على جذب الإلكترونات باتجاهه أكتر عشان هيك بما أنه الأكسوجين سحب الإلكترونات أكتر باتجاهه الرابطة بتحديداً بتكون polar polar يعني قطبية يعني فيه قطب سالب وقطب موجب الأكسوجين لأنه كهروسلبيته قوية سحب الإلكترونات بينما الهايدروجين ضل بدون إلكترونات ضلوا الإلكتران تبعاد عنه فإذاً ليش بقدر أحكي عن هاي الرابطة اللي بيناتهم هي كوفيلاً تساهمية على عيني وراسي لكن ليش بحكي عنها polar تحديداً قطبية لأنه ببساطة في عندي فرق بالإلكترو نيجاتيفي فرق بالكهروسلبية بين مين ومين بين الأكسوجين والهايدروجين فالأكسوجين بما أنه كهروسلبيته عالية رح يجذب الإلكترونات باتجاهه أكتر والهايدروجين لأنه كهروسلبيته قليلة وكأنها الإلكترونات بعدات عنه فآخر نوت عم بيحكي لنا إياها هون عم بيحكي لنا ليش الرابطة حتكون عبارة عن polar بيحكي لنا الأكسوجين إز مور إلكترو نيجاتيف الأكسوجين إلو أعلى كهروسلبية مقارنة بمين؟ مقارنة بالهايدروجين عشان هيك إلكترونات الرابطة اللي بيناتهم اللي سميناها الكوفيلنت بوند إلكترونات الرابطة التساهمية يعني بتكون وقت أطول قريبة للأكسوجين لأن الأكسوجين هو اللي سحبها باتجاهه ذان الهايدروجين عشان هيك الرابطة بحكي عنها مو بس كوفيلنت يا جماعة وبحكي عنها كمال فولر بحكي عنها قطبية رتب أفكارنا ونطول بالنا عبعض عشان نحفظ أول إشي بدي أعرفه من هاي اللي سلايد أول إشي بدي أعرف شكل الماء حكينا عبارة عن حرف الفي وتحديداً بالنسبة للموليكيولر فورميولا الصيغة الجزيئية يعني مكونة من ذرتين من الهايدروجين ووان أكسوجين أتوم ذرة واحدة من الأكسوجين نوع الرابطة اللي بتربط بيناتهم عبارة عن كوفيلنت بوند رابطة تساهمية كوفيلنت بوند تحديداً هاي الرابطة بقدر أوصفها بأنها بولر قطبية طيب ليش قطبية؟ لأنه ببساطة إجيت أقارن ما بين الكترونيغاتيفتي كهروسلبية الأكسوجين مقارنة مع كهروسلبية مين؟ الهايدروجين وجدنا أنه كهروسلبية الأكسوجين أعلى من الهايدروجين فعشان هيك كأنها بتسحب الإلكترونات باتجاهها فبتصير الرابطة عبارة عن رابطة قطبية طيب بقدر أسأل حالي سؤال بشكل عام طبعاً كل إشي أنا كنت بحكيه بالإنجليزي موجود هون بالعربي للناس اللي بتحب تقرأ المعلومة بالعربي لتثبت أكتر السؤال الثاني المي بشكل عام هل يعتبر بولر قطبي؟ الجواب نعم هلأ أول شغلة لازم بس أثبت أفكارك فيها إيش يعني كلمة موليكيول؟ كل ما بقرأ كلمة موليكيول موليكيول معناها جزيء والجزيء هو عبارة عن أي مادة مكونة من أتومس ذرات مش المي فيها ذرتين من الهايدروجين وذرة من الأكسوجين هدول مجموع الذرات مع بعض شو بيعملوا لي موليكيول جزيء السؤال القوي لماذا يعتبر الماء فولر؟ ليش يعتبر الماء جزيء قطبي؟ من وين إجت قطبية الماء؟ خلينا نشوف أول إشي حكينا القطبية سببها الأساسي وجود فرق في الكهروسنبية مختلفين عليها لا حكينا دائما بسبب أن الأكسوجين أعلى كهروسنبية مقارنة مع الهايدروجين فبيكون بيسحب إلكترونات الرابطة باتجاهه أكتر إذن أول سبب عندي اللي هو unequal sharing of electron الشيرينغ توزيع الإلكترونات بيكون unequal يعني غير متساوي يعني بمعنى آخر رجع على نفس النقطة أنه كهروسنبية الأكسوجين أعلى من كهروسنبية الهايدروجين فبيجذب إلكترونات الرابطة باتجاهه أكتر فإذن أول سبب أنه كهروسنبية الأكسوجين والهايدروجين غير متساوية فبالتالي sharing of electron توزيع الإلكترونات إش ماله كمان unequal غير متساوية ثاني سبب الماء جاي على شكل حرف V حكينا بما إنه هدول السببين موجودين بتصير الماء عبارة عن polar molecule يعني شحنة الماء الكلية ما بتكون عندي متساوية أو متوزعة بانتظام بتلاقي دائما إنه overall charge أو الشحنة الكلية إشمالها uneven distributed يعني بتتوزع بشكل غير منتظم هلأ هم جواب السؤال صار كالآتي لماذا يعتبر الماء جزيء polar قطبي لسببين السبب الأول unequal sharing of electron توزيع الإلكترونات الغير متساوي السبب الثاني إنه الماء موجود على شكل حرف V هدول السببين خلوا الماء عبارة عن polar molecule أو جزيء إشماله جزيء قطبي خلينا نشوف هاي الرسمة أكتر ونحاول نفهم تفاصيل هاي الرسمة أول إشي عم بتشوف أمامك عم بتشوف أمامك خليني أركز على جزيء الماء هاد مكون عندي من ذرة أكسوجين وذرتين من الهايدروجين صحيح؟ بدنا إياك تنتبه على شغلة كتير مهمة الأكسوجين يا جماعة حاملة عليها منطقتين negative يعني شايف في شحنتين ثانيبات على مين؟ على الأكسوجين هاي المناطق اللي حاميتها الأكسوجين منسميها partial negative شو يعني partial negative؟ يعني الأكسوجين حامل على حاله شحنة سالبة جزيئية partial يعني جزيئية فإذا الأكسوجين عنده two partial negative charges عنده شحنتين سالبتين partial يعني جزئية وكل هايدروجينة حاملة شحنة واحدة positive موجبة وهاي حاملة شحنة واحدة positive نرسم كمان مرة حكينا المي عبارة عن أكسوجين ما حكم هايدروجين تو هايدروجين دائماً لازم تعرف أن الأكسوجين حامل على راسه شحنتين سالبتين هاي بحكي عنها partial negative شحنة جزيئية سالبة وهاي بحكي عنها partial negative كمان شحنة جزيئية سالبة بالنسبة للهايدروجين كل وحدة حاملة على حالها partial positive يعني هاي في عليها شحنة جزيئية موجبة وهاي في عليها شحنة جزيئية موجبة صار مجموع الشحنات واحد تنين ثلاثة أربعة يعني بغض النازل هما موجبوا لسالب يعني المية الوحدة بتقدر تعمل روابط مع أربعة مية ثانيين هاي بتقدر تشبك مع water molecule ثاني وهاي بتقدر تشبك مع water molecule ثاني وهاي بتقدر تشبك مع water molecule ثاني وهذه بتقدر تشبك مع water molecule ثاني سؤال الامتحان إنه كل جزيئ ماء بقدر يعمل كم رابطة مع other water molecule بقدر يعمل أربع روابط مع أربع جزيئات ماء مختلفة بس ركز معي شوية هلا لما أجي على الأكسوجين حكينا الأكسوجين حامل شحنات سالبة لما يقرب عليه مي تاني أكيد المي التانية بتقرب عليه عن طريق الموجب عشان يصير هذا الروابط بيناتهم صح؟ فإذا لو إجت هاي عندي الأكسوجين السالبة بدها تعمل رابطة لازم أجيب عليها هايدروجينة موجبة من مي تانية وهاي لازم أجيب عليها هايدروجينة موجبة من مي تانية طيب هون بجيب عليها أكسوجين سالب هون بجيب عليها أكسوجين سالب فدير بالك دائماً إنه كل شحنة موجودة تنجذب للشحنة المعاكسة لإلها من جزيء الماء الآخر هلأ السؤال القوي شو نوع الرابطة اللي رح تربط المي مع الأربع أخوات لإلها؟ الرابطة اسمها هايدروجين بون ما تخربط بينها وبين الكوفيلنت اللي قبل شوي أخذناها الكوفيلنت هي الرابطة اللي موجودة جو المي الوحدة الهايدروجين بتكون موجودة بين المي وإخواتها اللي عاملة معهم رابطة فدير بالك على هاي المعلومة البوند أو الرابطة اللي بتكون موجودة within the same molecule جو جزيء الماء الواحد بتكون عبارة عن بولر كوفيلنت بون بينما اللي بتكون موجودة between the water and other water molecule بين المي والمي التانيين هاي عبارة عن إيش؟ هاي عبارة عن هايدروجين بون خلينا نقرأ مع بعض اعرفنا ليش المي عبارة عن water molecule هلأ خلينا نفسر الكلام اللي إحنا حكيناه بلغة بسيطة شوف شو عم بحكينا عم بحكينا كل أكسوجينة موجودة في الماء عندها two regions منطقتين هدول المنطقتين حاملين partial negative charge هاي هاي المنطقة حاملة شحنة جزيئية سالبة وهاي المنطقة حاملة شحنة جزيئية سالبة كلمة partial معناها جزيئية اه وكل هايدروجين حامل فقط منطقة واحدة positive موجبة اتطلع معي على الهايدروجين كل هايدروجينة حاملة شحنة واحدة positive فقط هاي عبارة عن partial positive اه وهاي برضو عبارة عن partial positive طيب نتيجة لهذا الكلام حيتكون عندي attraction شي يعني attraction؟ حيتكون عندي تجاذب أو ربط ما بين الشحنات المتعاكسة لجزيئات الماء المختلفة انا كمي عندي اكسوجين سالب بروح بنجذب للهايدروجين الموجب اللي عندك انا عندي هايدروجين موجب بروح بنجذب للأكسوجين السالب اللي موجود عندك مين انت؟ انت جزيئ ماء تالي مختلف عني تماما that's why حيصير عندي attraction أو تجاذب ما بين opposite charges atom ما بين الذرات اللي شحناتها opposite متعاكسة صح؟ هل بين مي واحدة ولا اكتر من مي between different water molecule بين شحنات الأوجزيئات الماء المختلفة كيف بتصير هذا التجاذب؟ بانه شحنة الهايدروجين الموجبة attracted بتنجذب لشحنة الأكسوجين السالبة فكل موجب من الهايدروجين ينجذب نحو سالب من الأكسوجين وبتصير بيناتهم رابطة واهم اش الرابطة اللي رح تتكون بيناتهم عبارة عن هايدروجين بوند فالرابطة الهايدروجينية هي الرابطة اللي بتربط جزيئات الماء المختلفة مع بعض البعض بينما داخل جزيئ الماء الواحد حتكون الروابط عبارة عن polar covalent bond رابطة تساهمية قطبية تمام؟ خليني هيك أثبت لك نوت صغيرة سريعا بس لو بدي أرسم المي حكينا المي عبارة عن أكسوجين وحواليها توهايدروجين صح؟ هاي ممكن تنجذب لأكسوجين سالب من المي تانية وهاي الرابطة اللي بيناتهم هاي ممكن تنجذب لأكسوجين سالب من مي كمان تانية هون في عندي سالب سالب صح؟ رح تنجذب للهايدروجين الموجب وهاي كمان رح تنجذب للهايدروجين الموجب إذا بتنتبه كل الروابط اللي أنا رسمتهم بيناتهم هاي عبارة عن هايدروجين بوند روابط هايدروجينية لكن جو الماء الواحد يعني هون بهاي المية الوحدة هاي الروابط هاي نوحها فولر كوفيلنت بوند رابطة تساهمية قطبية وهي الرابطة اللي بتربط ما بين الأكسوجين والهايدروجين داخل جزيء الماء الواحد داخل موليكيول الماء الواحد فقط انتبه على هاي المعلومة سؤال الامتحان بيقولك each water molecule can form فراغ with other water الماء الواحد بيقدر يعمل كم رابطة مع المية الثانيين بيقدر يعمل four bond أربع روابط هدول الأربع روابط ايش نوعهم؟ أكيد نوعهم عبارة عن هايدروجين بوند خليني شوي كمان أرجع أثبت الأفكار هاد عبارة عن water molecule واحد جزيء ماء واحد بتشوف انه الرابطة اللي بتربط بين الواحد الأكسوجين والهايدروجين عبارة عن polar covalent bond كمان مرة polar معناها رابطة قطبية صح؟ covalent معناها رابطة تساهمية فهاي عبارة عن رابطة تساهمية قطبية بينما الرابطة اللي بتربط بين الووتر موليكيول والووتر موليكيول الآخر يعني بين مي ومي تانية الرابطة اللي بتربط بيناتهم عبارة عن هايدروجين بوند هاي رابطة هايدروجينية وتأكد انه الرابطة الهايدروجينية بتصير بسبب انجذاب الأكسوجين السالب من ووتر موليكيول مع الهايدروجين الموجب من ووتر موليكيول تاني فبصير بيناتهم اتراكشن تجاذب فبتتكون عندي هاي الرابطة الهايدروجينية هلأ السؤال القوي الروابط الهايدروجينية هل هي روابط مثلا مستقرة ضعيفة قوية دايما اعرف ان الروابط الهايدروجينية عبارة عن رابطة non-covalent non-covalent يعني غير تساهمية يعني غير قوية اذا الروابط الهايدروجينية ابدا غير قوية يعني سهل انها تنكسر وسهل انها تتفكك طبعا هذا الكلام بيضل اذا كانت الماء في حالة السيولة في حالة الصلابة بتصير اصلا انحركت الجزيئات قليلة فما في مجال اكسر هاي الروابط فمبدأيا نخلينا بحالة السيولة وانا بحالة السيولة اذا كان الووتر بالليكود فورم شو يعني الليكود فورم اذا كان الماء في الحالة السائلة بلاحظ ان الروابط الهايدروجينية في هاي الحالة بتكون هشة شو يعني هشة يعني سهل انها تتكون وسهل انها تنكسر الرابطة الوحدة يعني بتكون جدا ضعيفة لدرجة انه قوتها واحد على عشرين مقارنة مع قوة الكوفيلانت بوند تخيل انه الكوفيلانت اللي هي اللي جوه الماء هاي بتكون اقوى بمقدار عشرين مرة من الرابطة الهايدروجينية فمعنى انه الروابط الهايدروجينية هشة معناها انه الهايدروجين بوند فورم تتشكل بريك تنكسر ثم ريفورد تتشكل مرة اخرى هذا معنى كلمة انه الروابط الهايدروجينية هشة بعنان مرة معناها فورم تتكون بريك تنكسرر ويفورم يعاد تكوينها مرة اخرى بمعدلات جدا عالية فبتلاقي دائماً الروابط الهايدروجينية سهل إنها تتكون وسهل إنها تنكسر داخل مين؟ داخل الماء وهو في حالة liquid form أو حالة السيولة هيك ما نكون أنهينا الدرس الأول من هذا الشابتر بحب بس أخلص الدرس أرجع أقرأ العنوان عشان أشوف أنا فهمت شو بقولك العنوان بولر كوفيلانت بوند ان ووتر موليكيول ريزالت انهايدروجين بوندي يعني بسبب إنه المي من جو فيه روابط نوحة بولر قطبية فإذن المي بقدر يعمل روابط هيدروجينية والله منطق ما هي الرابط الهايدروجينية اتراكشن بين مي ومي تانية صح؟ وكيف صار هذا الاتراكشن بين الأكسجين السالب والهايدروجين الموجب؟ من وين إجا هيدروجين سالب وعفوا أكسجين سالب وهيدروجين موجب؟ من الفولر من القطبية من فرق الكهر وسلبية ما بين الذرات هيك ما نكون أنهينا الحديث عن الدرس الأول من هذا الشابتر إن شاء الله خلال المحاضرة القادمة رح نبدأ بالدرس الثاني وهو بعنوان خصائص الماء وليش المي كانت هي السائل المناسب للحياة على كوكب الأرض؟ يعني شو في إشي مميز في الماء عن باقي السوائل الأخرى اللي خلى أنه معظم سطح الكرة الأرضية عبارة عن مي ومعظم أجسامنا عبارة عن مي شو هاي الخصائص الموجودة في المي؟ إن شاء الله كل هاي التفاصيل حنعرفها خلال الفيديو القادم يعطيكم ألف وعافية موسيقى 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 موسيقى